وفي النجف أكملت الأجهزة الأمنية والبلديات خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام لتأمين الزيارات في يوم عاشورة عبر شن العمليات التعرضية في بادية المحافظة واستنفار الجهود لتوفير الخدمات لزائرين والمواكب الحسينية بإسناد مجموعة من الشباب لتدليل العقبات أمام أجهزة الدولة المختصة أعدت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف خطة أمنية وخدمية خاصة بهذه المناسبة سبقت هذه الخطة عملية تعرضية في بادية النجف الأشرف بالاشتراك مع فرقة الإمام علي القتالية وأيضا تم التركيز على المدينة القديمة في النجف الأشرف والكوفة العلوية المقدسة خطة ستكون من اليوم الأول من شهر محرم الحرام وحتى ثالث عشر من محرم الحرام وبعد ذلك تكون خطة خاصة للمناسبات الخاصة بباقي الشهر أعدت بلدية الكوفة خطة خدمية متكاملة بالتعاون مع جميع الدوائر الخدمية والأمنية كذلك أمانة مسجد الكوفة المعظم وأمانة مسجد السهلة ستغطي هذه الخطة شارع السكة المعروف في الكوفة باقتباض المواكب والعزيات الحسينية كذلك هناك شارع مستحدث في حيميسان راح يكون من ضمن الخطة وإن شاء الله راح تكون خطة مشابه للعام الماضي التي لاقت نجاح لدى أهالي الكوفة وأهالي المواكب نحن فريق بالخط الكوفي ارتائنا أن نجمع جميع القطاعات الخدمية والقطاعات الأمنية وتذليل جميع الأمور التي تعيق الهيئات والشعائر الحسينية والاقتراب أكثر من المواطنين إن شاء الله تكون هذه الزيارة نموذج واعي لجميع القطاعات